ضمن البرنامج الكبير لكهربة المناطق الريفية في بلادنا وقع وزير البترول والطاقة والمعادن اتفاقية تعاون مع ممثل برنامج الأمم المتحدة للتنمية في بلادنا تهدفها الاتفاقية إلى تنفيذ خطة الاستثمار وتمويل مشروع نموذجي سيمكن الألاف من السكان في المناطق الريفية من الحصول على الطاقة النظيفة بالتكلفة معقولة كما تعلمون فقط الحكومة المريطانية استراتيجية طموحة لتحول الطاقة ويتهديف الاستخدام الأفضل من الطاقة المتجددة وخاصة الشمسية والهوائية ويهدف المكون الموطني الكهرباء من هذه الاستراتيجية إلى تحقيق الأهداف التالية أولا تعزيز سيادة الدولة في مجال الطاقة من خلال تطرير جميع موارد الطاقة والقاس لدينا على نطاق واسع وخاصة الطاقة المتجددة ضمان حصول جميع المواطنين الملكانيين على الكهرباء بحلول عام 2030 وجعل قطاع الطاقة محركا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وإطال هذه الخطة التي تأتي ضمن البرنامج الموستعر رئيس الجمهورية الأولويات والبروبيب نرحب بالتعاون معكم ونهنيكم سيد الموسيل دائم على الإرادة التي توصلنا بفضلها إلى هذه المرحلة المتقدمة ممثل برنامج الأمم المتحدة للتنمية في بلادنا السيد أنتوني أنكوروراني أوضح أن الاتفاقية تشكل فرصة لتحقيق تطور في مجال الطاقة مؤكدا أن موليتانيا ستشكل نموذجا استذنائيا في المنطقة ترجمة نانسي قنقر